اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتمنى لكم الخير كله نشكر انضباطكم على هذه المحاضرات والاوراش التدريبية المنظمة من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط نحل عليكم اليوم بحول الله من اجل موضوع مهم للغاية اجعل انا عقلي اكتر كفاءة دورتكم اليوم فيها حكمة تدبير تصرفات منسلوكيات وافعال فيها خير فيها تفهم يعني نفهم من خلالها اكتر قوة مخنا وعقلنا فيها سبل التعامل مع ارقى عضو لدينا وهو المخ فيها قيمتك العلمية من قيمة هويتك العظيمة فيها انا وفيها انت وفيها كل الناس نستقبل انا وانتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم يعني لدينا جائزة للعشر الاوائل اكيد ان شاء الله سوف تصلكم الجائزة يعني عن بعد يعني منطلق لكي نرقى اكتر في المواعيد اليوم كان مبرمج يعني صراحة الساعة السادسة ولكن اعتمدنا الساعة الخامسة يعني هذه المرة فقط نستسمح من هذه النقطة ثم مرحبا مرحبا نحن نستقبل الآن الطلبة والضيوف الكرام لهذه المحطة التدريبية كيف حالكم وكيف حال الاهل وكيف حالكم مع هذا البرد واللهم هذا الصيب النافع بحول الله تعالى نبدأ على بركة الله لان الموضوع شيق والله شيق هذا الموضوع خصوصا كل الموضوع سيكون شيق بعد الآخر بحول الله اليوم المنطلق الأصلي هو لبنة أساسية للمخ والعقل كيف نتبناها وكيف نساعد أنفسنا على الحفظ وكيف نساعد أنفسنا على العيش بالعيش الكريم هكذا أرى هذا الموضوع يعني اللبنة الأولى الشيق الأول من الدورة بالعربي والشيق الثاني من الدورة وهو تقني أكثر 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 يعني لزوم بحث طويل سوف نعطيكم أشياء جديدة خاصة لهذه السنتين الأخيرتين يعني هذا البحث ضروري أن نهديه للطلبة لأحسن طلبة في العالم بأسره نبدأ وإياكم أنا أعلم يعني الكل يعني في الدروس ولكن سيبقى الدورة تبقى مسجلة بإذن الله تعالى عربي ثم فرنسي نعرج عليه نبدأ على بركة الله بالابتسامة العريضة بالورقة والقلم لكي نكتب ما لازمنا من معلومات ومعارف وفنيات قد تنفع أكيد مرحبا بكم مجددنا دورتكم اليوم فيها حكمة والله فيها حكمة لما؟ لأنها ستغير تصرفاتنا سلوكنا وأفعالنا فيها خير كبير فيها سبل التعامل مع أرقى عضو لدينا على وهو المخ فيها قيمتك العلمية فيها كل شيء طيب فيك نتعلم ونبحث معا عن معارف ومهارات ومعتقدات جديدة سليمة على وهي في العقل يعني حتى القيم اليوم قد نؤسس لها والمرة المقبلة سوف نكون أكتر تقنية في مسألة القيم والمعتقدات والإنجازات لأننا ننتظر من الكل إنجازات ومن أنفسنا كذلك نافع لنا في الدراسة الجامعية وفي مجال العمل والحياة العامة فيها لبنة أساسية إخوة الكرام أخوات الكريمات كيف نفتتح معكم أيها الطلب والطالبات الميامين الأعزاء فخر هذه الأمة أنا أقولها دوما لأنكم أنتم فخر هذه الأمة لدارس العلم يعني حامل العلم أنا أفتخر به أكتر 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 لماذا؟ لأن نفتتح معكم مشروع دورات تدريبية عن بعد وحضوريا كما وعدت بذلك الجامعة الأبية جامعة محمد الخامس بالرباط يعني شهر يناير شهر الدورات التقنية المحضة نفتتح اليوم أول تقنية أول يعني دورة تقنية كبيرة كما وعدت به الجامعة كما قلت كي نرقى بأسلوب حياتنا كي نتخصص في معارف وفنيات تتعلق بتنمية القدرات الداتية والتنظيمية عندما نتحدث عن الدات نبدأ بمحركها المحرك لدى الدات ألا وهو المخ وخباياه الدورة بالعربية والفرنسية كما قلنا سمحوني يعني عربي ثم فرنسي هذه المرة المخ أكيد نود أن نتعلم من البحوت والدراسات العلمية التي أجريت على هذا العضو السحري خصوصا في هذه الآوينة الأخيرة العشر سنوات الأخيرة نحن نختبر معرفتنا بأحدث الاكتشافات حول الدماغ الدماغ هو العضو الأكتر تعقيدا بين قوسين وغموضا في جسم الإنسان الآن ما زلنا وننزال يعني في الخمسة وعشرين الساعة يعني سنة مقبلة ربما قد نقترب للبنة أساسية كبيرة تجتمع فيها كل المكونات العلمية على أن المخ من الضروري أن يكون يعني سوف نستوعب الأمر بطريقة سحرية لا يمكن معرفة كل شيء عن هذا العضو السحري ما زال العلماء وما زلنا نحاول كشف أسراره موضوع اليوم سوف ينيرنا في ذلك من أجل فهمه والقيام بفوائده والحفاظ عليه حتى يكون لديه كل الطاقة والقدرات لغرض النجاح في الحياة أهلا وسهلا بكم مجددا الدراسة الجامعية نعم المجال العمل كذلك والحياة العامة نبدأ على بركة الله الكل وصل تقريبا لا والله أنا أنتظر آه ما شاء الله أنتم وصلتم دخلتم إلى الحصة الافتراضية هذه الخصة هي رقم 17 لهذه السنة الجامعية قبلها كانت حصص 176 حصة يعني للسنة الفارطة ما شاء الله وكنتم خير سند وخير نور يعني علينا من خلال هذا التفاعل الإيجابي أنا أقولها هذا الدعم الكبير لهذه الجامعة لا متيلة لا 176 حصة سند ماضية وإن شاء الله نترقب هذه السنة ليس بالكم لا والله نود كيف وننتظر الحضوري في هذه الآوينة يعني في هذه الأيام المقبلة أظن يعني في هذه الأيام في هذا الشهر نفتتح بأول يعني تدريب حضوري معيدكم بذلك بحول الله النقطة الأصلية الآن أسئلة كثيرة وأجوبة متيرة اليوم يبهر يعني الدماغ والأعصاب يعني البالغ عددها 100 مليار يعني اكتبها رجاء لكي تتمعن في خلق الله 100 مليار يعني من الأعصاب يعني كل ما هو الباحثين والعلماء في مجال علم الأعصاب ذكروا على هناك يعني 100 مليار خاصة عندما يتعلق الأمر بالدكاء العالم يبحث 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 لكي يصل إلى المعلومة الفريدة من نوعها تم تشريح ودراسة دماغ إنشتاين في محاولة لكشف أسراره تعرفون القصة وكشف سر العبقرية البشرية في النهاية وسائل الإعلام ضخمت الأمر من جانبها يعني تسعد بتسلية التخيلات من خلال الإعلام من خلال الأفلام من خلال كثير من المناحي الحياتية لكن ما الذي نعرفه حقا عن الدماغ؟ والله إن تسألت تعرف بعض الخاصيات تعرف بعض التقنيات لكي تستوعبه إلى آخره هل لدينا مادة رماضية غير مستخدمة؟ يعني تحتاج فقط إلى حل معادلات الدرجة الرابعة؟ هل الرجال والنساء بنفس الدماغ؟ هل إذا تقدمنا في العمر هل سنفقد دماغنا بالضرورة؟ يعني تفقد هذه الخلايا العصبية كما كنا نقول في السابق قبل 34 سنة كيف يمكننا الاعتناء بدماغنا؟ وهذا هو لبو هذه الحصة العقل البشري الأداء والقدرات غير عادي ما شاء الله كيف يعمل الدماغ البشري؟ هو رئيس الأوركسترا تعرفون الأوركسترا لحركاتنا مقر أفكارنا وتصوراتنا إنه مركز القيادة للعديد من الوظائف الحيوية ليوميها بينما يتحسن فهمنا لهذا العضو العظيم والجميل بميزاته خلق الله الجليل فإنه يظل لغزا للإنسان أنا أحفزكم هذا المدخل لمح عما عن المعرفة والأسرار المحفوظة جيدا لهذا العضو نقول معقد في الأول وبعدها سوف تجد نفسك يعني أمام أشياء بديهية طبيعية العضو الذي يميزنا عن جميع الكائنات الحية هذا واحد نود أن يكون خارق القدرات ولكنه مخ إنسان كيف نحتوي كل شيء ونفهم كل شيء بطريقة أسرى 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 خارق يعني من استعمله بطرق متالية هو خارق فعلا سوف تعرف مخ الإنسان معجزة من معجزات الخالق والتي ما زال العلم يحاول جاهدا تعرف على طبيعته وكيف يعمل وكيف نحاكيه إلى آخر من هذه الأشياء يعتبر ما توصل إليه العلم حتى اللحظة اسمع كلام عن المخ نسبة بسيطة للغاية عن أسرى المخ لن نقول عشرة بالمئة كما يقولون لا لا والله أكثر بكثير في هذا الموضوع سوف نتعرف سويا على بعض مما توصل إليه العلم عن مخ ماذا؟ عن مخ الإنسان ما الفرق بين الدماغ والعقل؟ يعرف المخ باسم اللغة الإنجليزية سيريبروم ويمتل جزء الأكبر من دماغ الإنسان وحوالي تقريبا 85% من إجمال وزنه حيث أن الدماغ تتكون من المخ والمخيخ والنخاع المستطيل وتتحكم الدماغ في الجهاز العصبي المركزي قد يبدو هذا كدرس يعني في البيولوجيا أو درس يعني علمي محد ولكن سوف نعرج بعد قليل دقائق فقط لكي نتعلم كيف نحتويه وكيف نعتني به طريق النخاع كذلك يعني عن طريق النخاع الشوكي هو المسؤول عن كل أنشطة الإنسان تقريبا إذن فما هو العقل؟ والله سؤال العقل هو مصطلح يصف وظائف المخ المعنوية غير المادية لكل شخص مننا مثل خصائص الشخصية الذاكرة السلوك التفكير التحليل الاعتقادات اتخاذ القرارات كذلك هكذا العقل مصنف المخ حقائقه غير مألوفة يقوم المخ خلال اليوم بإنتاج طاقة كهربائية اسمع حوالي 12-25 واط وهي كافية لإنارة مصباح صغير يبحث حوالي 100 ألف تفاعل يعني يحدث 100 ألف تفاعل يعني كيمياء داخل المخ فترة الانتباه الخاصة بمخ الإنسان تناقصت من 12 لتانية بين سنة 2000 إلى سنة 2018 ولاحظ معي 8 تواني وهو أقل من فترة الانتباه الخاصة بالسمك الذهبي جولد فيش تعرفونه يعني صنف من السماك يعني في التانية الواحدة النقطة الأخرى دايفيد إيجلمان هو نورو ساينتيفك يعني عالم أعصاب سنة نوتر ونكومنكاتور سيونتيفك أمريكا الانسان لنورو سيونس للنورو سيونس في ستنفورد سنة نورو سيونس ونورو سيونس ونورو سيونس ونورو سيونس أوضح إيجلمان أن مخ الطفل الصغير يتكون فيه كل تانية ما يصل إلى مليوني اتصال مليوني اتصال ما يسمى بنقاط الاشتباك العصبي كما نعرف وعندما يصبح سن الطفل عامين لاحظ معي يكون لديه أكثر من مائة تريليون مائة تريليون من هذه التشابكات العصبية أي ضعف ما لدى إنسان بالغ مثلي ومثلك ويتابع إيجلمان بأن تشابكات المخ لاحظ معي أنا أقرأ لك ما كتبه هو في كتابه الفريد من نوعه التي لا يستخدمها الإنسان يتلاشى أو تتلاشى بشكل يشبه ممرات الغابة التي لا تستخدم يعني الكثير من المناحي المخ أو من مصارات المخ لا نستخدمها أنا أوضح لك لكي أعطيك السبب بعدها وأعطيك الفنيات تكوين المخ يحتاج 25 عاما حسب ديفيد إيجلمان ويوضح هذا المؤلف المحنك من خلال أمثلة مثل أطفال الملاجئ كيف تصنعنا بيئتنا خلال النمو لنصبح ما نحن عليه وقال إن عملية تكوين المخ تستمر نحو 25 سنة 25 عاما وفي الشباب تحدث تحدث ماذا؟ عملية إعادة التشكيل بشكل شامل ويجعل لهذه الفترة تأثيرا حاسما على كينونتنا هذا ما ذكره في كتابه هذا يعطينا مفهوم نأخذ به نحن شباب وشبات يعني خصوصا بين سن يعني 18 وبين سن 30 هكذا ويشرح المؤلف بشكل مفصل حواس الإنسان بدءا من الحاسة السائدة وهي الرؤية ويقول إن جهازا عملاقا يكون ضروريا لكي تظهر لنا الأمور بشكل طبيعي تماما ويضي ويضيف شيء مهم للغاية فنحن تلت المخ منشغل بتحويل خلايا الضوء إلى وجهي يعني أمك وقطتك وأريكتك هذا ما كتب المعنى أنا أعطيك المعنى ونقول للطلب الميامين الآن في هذا السياق عيناك على الدرس بتركيز تلت المخ منشغل لإلقاء ضوء على ما هو أمامك من دروس وتمارين هكذا حواسك هكذا أنت تلت من مخك يذهب لأشياء التي هي أمامك يعني إن كانت أشياء تؤديك اجتنبها إن كانت أشياء يعني أنت تحبها وأحببتها مثل دروسك مثل الأشياء التي تقرأها مثل الأشياء التي تراها إلى آخره هكذا تلت المخ منشغل لإلقاء الضوء على ما هو أمامك المخ ينتج واقعها أكيد هذا كلام جميل جدا المخ لدي هو الذي ينتج الواقع لديه نعم المخ ينتج الواقع قبل أن يتلقى معلومات من العينين وغيرها من حواسه كيف؟ الناس تعيش أحلام ليقضى وتبدو لهم على أنها حقيقية تماما كذلك نحن ندرك جزءا صغيرا من الحقيقة كما يوضح الكاتب عيغلمان أننا لا ندرك سوى مقطع صغير من الحقيقة ولا يمكنك أن تدرك كل شيء كما درسنا قبل حصص الخريطة ليست هي المنطقة وليست هي الواقع بتاتا الواقع شيء أنا أتصور الواقع جميل أقترب يعني نقترب من الواقع كي نكون في اتزان دهني على الأرجح هذا الاتزان الدهني سيكون عقلي لأنه فيه أفكار ومعتقدات واعتقادات ومعتقدات ومعايير وقناعات ثم قرارات آخر شيء يحتوي المخ على أوعية دموية كثيرة جدا جدا يمكن تقدير طولها بحوالي 750 كم لاحظ معي قوة المخ البشري الخارقة إذا كان المخ البشري جهاز كمبيوتر فيمكنه معالجة 38 تريليون عملية في الثانية الواحدة وأسرع 585 ألف مرة من أسرع سوبر كمبيوتر في العالم الآن حاليا خصوصا نتحدث معكم سنة 2019-2020 في عام 2015 احتاج رابع أقوى سوبر كمبيوتر في العالم لحوالي 40 دقيقة لمحكاة يعني تانية واحدة من نشاط المخ البشري ما شاء الله يعني مخنا رائع خلق الله العظيم من أروع ما يكون هنا نتحدث عن خلق الكريم الجبار وجب الاعتناء به كي يكون في أرقى مستوياته تعتبر مساحة التخزين الخاصة بالمخ البشري لا نهائية ولا يمكن أن يمتلئ عن آخره لا يمكن حسب العلماء على عكس أجهزة الحاسوب أو غيرها هل نتحكم فعلا في قراراتنا؟ لا والله يعني يعتقد الإنسان أن لو التحكم الكامل في حياته في حين أن 95% من القرارات تخرج من العقل الباطن حسب فرويد وبعض العلماء الآخرين كيف يعمل مخ الإنسان؟ لا يمكن فعليا للمخ أن يقوم بمهام متعددة في نفس اللحظة ملتي ملتي تاسكين يعني ولكن لا يحدث هو ما يحدث هو أن المخ لاحظ معي يقوم بالتحويل السريع بين كل عملية وأخرى مثل التحدث في الهاتف وكتابة الرسائل يعني هذا العملية لها تأثير سلبي على أداء المخ عندما نقوم بالأشياء أكثر من الاثنتين يعني إخوة الطلبة وكذا الطالبات ضروري أن نقوم بشيء واحد كي نرسي كل قوى التركيز على ما نقوم به حاسوب وكتابة بالقلم نعم ونجيب على الهاتف والفيسبوك والإنستغرام لا والله قد يحدث ذلك بعض الخلخلة قد لا تعمل بالشكل الطيب ستضيع الطاقة وأكثر من ذلك سيمر علينا الوقت دون تتبيت المعلومات بالطريقة الرصينة والمنظمة الآن كيف نعتني بالمخ؟ يعني بعض النصائح للحفاظ على دماغك طلع عليكم نأكيد لكي أرى هذه الجمعية وهذا الجمع المبارك العظيم سيجيكي تخيز انترسان سيجيكي تخيز انترسان لكي أرى هذه الجمعية يحتفظ بقدرتي على تصنيع الخلايا العصبية طوال حياته لا يزال يتعين الحفاظ عليه لأن صحة الدماغ تتعلق قبل كل شيء بالتمارين الرياضية هذا ما قاله الكثير من العلماء وسأعطيكم الأسماء بعد قليل يجب تدريب الدماغ مثل عضلات يعني ضروري على الحفاظ ماذا؟ على الحفاظ على قدراته أو حتى تحسينها نعطيكم بحول الله بعض الفنيات الجيدة لاعتمادها أن نبحث أولاً يعني تنمية اهتماماتك أنت تنمي اهتماماتك كل تسكي أنتغي لكي تكون في حالة جيدة يحتاج عقلك إلى وظائف يحتاج عقلي إلى وظائف ولكي تتدرب يجب أن تكون هذه المهن أو هذه الوظائف متنوعة يعني واحد اثنين ثلاثة وكل مرة تعطيها اسم لأن عقلك يكره الروتين أكثر من أي شيء آخر يعني ضروري أن تشغله بشيء لا تتردد في تنويع اهتماماتك هذا الذي ينصح به علماء الدماغ الموسيقى نعم الرياضة يعني تلاوة القرآن يعني ترتيله الطبخ كذلك فنيات الحلويات سنعرف حتى في الحجر الصحي تعلمنا الكثير من الأشياء الرسم السباغة النحت القراءة الخيار لك استفد منه يعني ضروري أن تشغله بأشياء حتى اللغات والله اللغات الحية العربية الفرنسية الإنجليزية الألمانية التركية الصينية يعني لاحظ أنت تختار اللغة وأنت تدخل في عملية متتالية جميلة للغاية تاني نبينا أكل صحي رجاء ترتبط صحة دماغك ارتباطا وثيقا بجودة نظامك الغدائي النظام الغدائي مهم تم إجراء العديد من الدراسات يعني تم إجراء هذه الدراسات حول هذا الموضوع من بين الأطعمة التي يجب تفضيلها يعني ننأقول لك كل الأطعمة ولكن بعض الأطعمة منها الأطعمة منخفضة الأحماض الدهنية أحماض دهنية منخفضة ولكنها غنية بمضادات أكسدة هذا ما تعلمناه قرابة هذه العشرات هذه العشر السنوات الأخيرة تعمل معجزات على الخلايا العصبية كل ما هو يعني أطعمة منخفضة الأحماض الدهنية ولكنها غنية بمضادات الأكسادة يعني سأدخل معكم تعد الفواكه والخضروات الحامض أو الليمون والخضروات كلها يعني بدون منازع يعني الأسماك كذلك اللحوم البيضاء بالبقاء بصحة جيدة لفترة طويلة هذا رأي العلماء ليس رأيه يعني أنا كل ما هو بقوليات كل ما هو نافع جدا للجسد والدماغ اعتني بنفسك أخي الكريم أختي الفاضلة تعتبر العناية بالصحة عملية شاملة ولن يكون عقلك بالصحة جيدة إذا لم تعتني بجسمك تعتل العديد من الأمراض يعني سلبا على صحة الدماغ من بينها السكري والكوليستيرول وارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم حداري حتى الشباب أصبحوا الآن يمرضون بهذه الأمراض البسيطة التي كانت حكرا على خمسون سنة خمسة خمسون سنة فيما فوق يعني احترس أخي الكريم يعني طريقتك في تدبير الأمور من خلال دماغك هي التي تعطيك هذه الأناقة أو هذه السلاسة وهذا التعامل بدماغك أوتوماتيكيا أنا إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل فقد حان الوقت لتحديد يعني موعد مع طبيب لكي ترى هل فعلا لديك شيء من هذا القبيل ثم أصيكم بالنوم الجيد أصيكم بالنوم الجيد وتحدثنا عنه في الفقرة السابقة رجاء الجسم لا يتحمل كثيرا من قلة الراحة وخصوصا الراحة النفسية ننسى التوتر أوه لا نعرف ذلك كفاية لكن العديد من الأمراض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوتر كما درسنا في الحلقة السابقة فقدان الذاكرة اضطراب الانتباه كلها عواقب للحياة المجهدة للغاية إذا كنت ترغب في شفاء عقلك خذ الوقت الكافي بالاعتناء أو للاعتناء بأسلوبك وحركتك وتنفسك والبقاء زين كما قلنا باللغة العامية المغربية يعني كفانا قدفا يعني نقطة أخرى مهمة قم بإجراء اتصالات اجتماعية كن اجتماعي بطبعك التفاعلات الاجتماعية أوصى بها المتخصصون هي أساسية للحفاظ على عقلك هذه واحدة من أولى النصائح التي يقدمها الأطباء للأشخاص الذين يعانون من بعض الصعوبات يعني نسيان كده إلى آخره يعني لها علاقة بالمخ الوحدة هي عدو صحتك كن اجتماعيا أخرج للناس تحدث مع الناس تعرف على التقافات إلى آخره من هذه النقطة التحرك نقطة مهمة للغاية يواصل مسؤول الصحة عالميا تكرار أن التمرين أو التدريب هو مفتاح الصحة الجيدة المشي ذكرناه الجري كذلك الركض الرياضات الداخلية يعني في الصالة هناك العديد من الخيارات المتاحة لك للجمع بين الأنشطة الرياضية والتفاعلات الاجتماعية والخروج من الروتين يعني لا تبقى بدون الرياضة وأنت شاب خصوصا أن أتحدث للشباب يعني من 18 سنة إلى 77 سنة فأنت شاب اعتني بأمعائك أخي الكريم أختي الفاضلة هناك قول يعني مأسور مفاده أن أمعائنا هي دماغنا الثاني تعرفون هذه القولة؟ هذه المقولة؟ أمعائنا هي دماغنا الثاني هذا يكفي لإقناعك بالعناية بالميكروبات هذا يعني أن تحترس منها عفوا هذا العضو الذي تم الحديث عنه كثيرا في السنوات الأخيرة والذي يؤهل البكتيريا المعاوية يعني ضروري أنها هي التي تعطيك تلك الصحة الجسدية إلى آخره ثم ولهذا لا شيء أفضل من نظام غدائي غني بالأطعمة البريبيوتيك تعرفون الكلمة بريبيوتيك؟ يعني هذه مثل كما نسميه الخرشوف أو الهندباء اللي زغتيشو كذلك لديها القدرة على علاج البكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك قد لا تحرم نفسك من ذلك لأنها وقتها هذا يعني فصل الشتاء تكون موجودة في السوق انسى الحبوب المنومة رجاء الناس الآن والعلماء يعني في شتى العالم لماذا تضع عقلك في النوم؟ الحبوب المنومة ومزيدات القلق هي آلة حقيقية لمنع الخلايا العصبية من تجديد نفسها نعم هناك أرق إذا كنت تواجه صعوبة في النوم فحاول بدلا من ذلك اللجوء إلى ماذا؟ إلى العلاجات البديلة والطبيعية عقد مارس تمرين في أي عمر من المهم أن تمرن عقلك للبقاء شابا يجب أو شابة يجب أن يواجه هذا الأخير دائما مشكلة يعني يجب حلها هناك حلول نحلل يعني لا نحلل نحلل المشاكل نحلل بعض الأشياء يعني في الطبيعة في المجتمع إلى آخره هناك عدد من التمرين المتاحة لتمرين عقلك الواجبات المنزلية الكلمات المتقاطعة الشطرانج قد ينفع كلها أنشطة صحية لصحتك كتابة الأفكار ونقلها صناعة أفكار مشاريع يعني كل مرة تأتيك أفكار بالملايين في اليوم أفكار مشاريع كتابة كلمات لأنشودة شعر مثلا أو يعني بعض الأفكار لكي تكتب كتاب مثلا تدريب خاص من خلال ما تدرس تدرس يعني الدرس اليوم ثم أنت من يلخص الدرس بأحسن طريقة وبطريقتك الخاصة طريقة بديعة ما شاء الله استمتع بالحياة وهذه هي اللبنة الأساسية يعني بالمغرب تبرع مع رأسك كما يقول الإنجليزيون أو الأمريكيون على الأصح يعني برع لي رأسك وعيش لك حياة هكذا نقول ثم نعرج لن ندخل في تفاصيل خصائص المخ البشري ربما يعني قد تأتينا لبنة يعني يزن المخ البشري في المتوسط 350 جرام إلى 400 جرام عند الولادة ولاحظ أنه يصبح يعني 1300 جرام إلى 1100 جرام للشخص البالغ وتبلغ نسبة المخ إلى إجمال الوزن يعني حوالي 2% يعني هذه معلومات مساعدة نعم ولكن يعني نتركها لمرات مقبلة إن شاء الله لا يحس مخ الإنسان بالألم أكيد يعني كيف نعرف وكيف لا نعرف ولهذا هل هذا له معاني بالرغم من معانجة المخ للإحساس بالألم الذي نتعرض له على اختلاف أنواعه ولكن المخ نفسه لا يحس بأي ألم لعدم موجود مستقبلات حسية للألم به خلايا المخ لها سلوك دفاعي في تأمين مصدر للطاقة الخاص بها وفي حالة الإضراب عن الطعام يعني أنا أضرب على الطعام لن أكل يعني القاسية يمكن للخلايا أن تأكل نفسها يعني ولكن لزوم الأمر في الصيام هو مساعد كثيرا لكي نضبط أنفسنا على الكثير من المزايا الصحية يتعامل مخ مع قرارات الرفض من الآخر ريجيكشن لغوجي بنفس طريقة التعامل مع الألم الجسدي نحن لا نحبه ولكن يأتينا وهذه صعبة وجب التحدث عنها يوما ما قد لا نقبل الرفض لأنه يضرنا لا حقا بحول الله نتحدث عنها كذلك في المستقبل القريب بحول الله ثم المخ وعملية التبريد يعتقد يعني بعض العلماء يتحدثون عن أن التتائب هي طريقة لإرسال مزيد من الأكسجين إلى المخ وأيضا طريقة لتبريد المخ إذا ارتفعت درجة حراراته يمكن للمخ أن يتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة دون تأثير مرحوض حيث أن أعلى درجة حرارة سجلت يعني قبل سنوات لرجل يعاني من حمى كانت 46.5 درجة مئوية ولم يمت يعني المعنى وصلت يعني المخ منا يحتاج إلى تبريد وكيف نقوم بذلك سأتيكم الآن بعد قليل وظائف الدماغ لا تقتصر على التحكم في الأفكار وفي الوظائف الجسم الأساسية ولكنها تتحكم أيضا في طريقة استجابة الجسم لخطر الالتهابات البكترية الجرثومية الدماغ لديه قدرة على التعلم هو يقتبس كل شيء في مراحل معينة في أثناء النوم وأن الدماغ لا يكون فاقد الاتصال بتاتا اسمع هذه يا شاب اسمعيها يا شاب النقطة لا يكون فاقد الاتصال تماما بالبيئة المحيطة به في أثناء النوم ولكن بإمكانه التعامل مع المعلومات الحسية وتشفيرها يعني إلا ديشف كي تضل بالذاكرة ويمكن استخدامها فيما بعد في أثناء اليقظة هو يحس على أن هناك كانت حركة وكانت كذا وكانت كذا خصوصا إذا كان الصوت وإذا كان اللمس إلى آخره ولم يقتصر الأمر عند حدود الدماغ البشري إذ اكتشف مجموعة من العلماء أن وذور النباتات تتصرف كما لو أنها تمتلك أدمغة تقرر متى ينبغي أن تبدأ عملية الإنبات نتحدث وإياكم الآن في هذه اللبنة قبل الأخيرة بالعربي نصف أيمن ونصف أيصر من المخ هل هي حقيقة فعليا هل هي أسطورة كذلك النصف الأيمن والأيصر نعم هناك فص أيمن وفص أيصر ولكن هما يعملان معا لم يتبت علميا تقسيم مخ الإنسان إلى جزئين يعملان بشكل منفصل ولكن من خلال التحدث عنهما ربما مخ الجزء الأيمن ومخ الجزء الأيصر لا في حقيقة الأمر أن الفص الأيمن والفص الأيصر للمخ يعملان معا دائما الفص الأيمن والأيصر للمخ غير متطابقين في الشكل أو التكوين حيث يحتوي الفص الأيصر حوالي اسمع 186 مليون خلية عصبية أكثر من الفص الأيمن لما سوف تعرف الآن المخ الأيمن يعني الفص الأيمن عفوا منكم فيه تحكم في الأطراف اليسرى يعني إذا قمت بهذه الحركة فالفص الأيصر هو الذي يشتغل إذا قمت بهذه الحركة فالفص الأيصر وكذلك على اللابتوب وعلى يعني المقود سيارة إلى آخره ثم الإدراك والاستيعاب موجود على اليمين الإبداع الموسيقي موجود على اليمين لأن هنا نجد في الأسفل كل ما هو شعوري وكل ما هو ضحك وكل ما هو بكاء إلى آخره موجودة هنا في الأسفل على اليمين ثم الصور المخ الأيمن أو الفص الأيمن يتحكم في الصور ويختارها ويعرف الألوان بشكل رهيب جدا بالملايير المعلومات يعني فيها ألوان يعني كأنها بيكسل الإبداع الموسيقي قلناه ثم المصرح والفن كذلك يعني في اليمين ثم التخيل والعواطف وكل ما هو ألوان ثم لدينا الفص الأيصر الذي فيه أقوى درجة كما قلنا قبل قليل يعني 186 مليون خلية عصبية أكثر من الفص ماذا أفصل الأيمن يعني الفصل الأيصر يتحكم في الأطراف اليسرى يعني إذا سلمت باليمين فأنا أحرك اليسار القراءة إذا قرأت جريدة أو قرأت درس أيها الطالب يعني الجميل أختي الفاضلة كذلك المخ الأيصر أو الفصل الأيصر اللغة والكلام ولذلك يحط العلماء خصوصا يعني في كل ما هو بداغوجي وكل ما هو يحطوننا على القراءة أكثر على السماء أكثر لهذه المحاضرات أو للكتابة كذلك اللغة والكلام واللغات الحية تنفع كثيرا 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 التفكير التسلسلي واحد اثنين ثلاثة أربعة لما نيغ أنتويتيف يعني لما أقول في نهاية هذا العرض لديك خمس أشياء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا أنا أفكر لأنني أفكر فيما سأقوله يعني بالفصل الأيصر ثم القدرات العلمية الرياضيات الفيزياء الكيمياء الطب يعني الهندسة أي شيء يعني يكون علمي وكل العلوم موجودة يعني هكذا ندخلها بهذه الطريقة حتى يرمزون لها بصورة إنشتاين يعني هكذا لكي نفهم أكثر المغزى ثم التفكير المنطقي لما أفكر الآن في الكلام الذي سأقوله أمام الجماعة يعني أنا أفكر في الكلام وعيني على اليسار أوتوماتيكيا لماذا اليسار؟ ما نسميه بلودي سيف ديجيتال أو التحدث تحدث مع الدات أنا أحدث داتي وأبحث عن الكلماتي أوتوماتيكيا هي هنا في هذا الفصل ولكن هل هي أمام أم في الأسفل؟ هي في الأمام وفي الأسفل وسوف أقول لكم الفرق بعد ثلاث دقائق فقط التخطيط والتحليل لما نحلل شيء أو نخطط لشيء معين فأنا أستعمل أكثر هذا الفصل يعني لدينا الأول والثاني وبينهما سوف ندخل في الحيتيات الآن الآن لدينا إذا أخذنا هذه القيمة اليسارية كما نقول فص هناك فصوص فيها إذا أخذناها وشرحناها مثلا لدينا الأمام ولدينا الأسفل ولدينا الوسط ولدينا الخلف لدينا الأسفل يعني يعني إذا أردت أن تبحث يعني فقط هذه الكلمات تعطي كثير من الأشياء الطيبة لكتور يعني يصلح للقراءة روپيراج dans l'espace tout ce qui est GPS par exemple la sensibilité elle est là د'accord pourquoi elle est là je vais vous dire parce qu'ici il y a ce qu'on appelle c'est la vision يعني النظر automatiquement الفصل القدالي أو القدالي يعني الرؤية يعني تعامل مع الرؤية وموجود في الخلف لأننا مثل يعني على شكلة كاميرا ثم داخليا نجد هنا وهنا وهنا لدينا في الداخل الفصل الصدغي يعني اللغة والذاكرة والعواطف يعني هي أمهم الركائز فيه ولدينا الكثير من القصص في هذا الملح لن ندخل فيها المخ يشتغل ويشتغل يشتغل اليمين مع اليسار واليسار مع اليمين ونصل لدي تمرين والله إن كنا حضوريا تستمتعون به ولكن سأقول لكم إن أعطيتكم الآن لوحة تصور معي لوحة ومكتوب عليها بالعربي يعني كلمات كلمات ماذا كلمات أصغر أصفر برتقالي أسود أحمر إلى آخر وقلت لك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية look at the chart and say the color not the word يعني شوف هذه اللوحة وقل لي الألوان ولا تقل الكلمات أوتوماتيكيا هذه الكلمات هي ملونة واحدة بالأخضر والتانية ليس بالضرورة ما كتب يعني أصفر تجد أصفر لا قد تجد أخضر قد تجد أسود إلى آخر عندما تقرأ ستجد الصعوبة في الأول لماذا؟ ولو أنك تجد القراءة ستجد الصعوبة لأنك تقرأ أصفر ولكن هي الكلمة مكتوبة أصفر ولكن هي ملونة بالأخضر إن فهمت قصدي يعني هي برتقالية وكلمة اسمها برتقالي أنت طيب يعني أنت فهمت القصد أخضر مع أن الكلمة مكتوبة بالأحمر أنت تبحث وترى بهذه الطريقة ولكن قد لا تفهم أوتوماتيكيا قد ترى اللون أولا وتفهم أو تقرأ لأن القراءة تبعت على ماذا؟ لما تقرأ شيء لن ترى الألوان لأن القراءة تحتك على استعمال الفصل أيسر وأوتوماتيكيا أنت مبرمج على أن تقرأ وليس على أن ترى اللون قد ترىه بعد قليل أو بعد يعني جزء من المئة من التانية المعنى الطيب على أن الفصل أيماً والفصل أيصر ضروري أن يعمل معاً لكي تنتجه ما أنتجه أو أكثر ما أنتجه إنشتاين وهكذا قالت الحكاية الغريبة التي حكوها لنا بالسابق الحكاية تقول عندما شرحنا مخ إنشتاين وجدنا على أنه يستعمل المخين معاً ولا يستعمل الفصلين معاً ولا يستعمل فصل واحد ليس فنان ولا أدرس ولا كده وليس دارس وعالم ولكن ليس لديه حس حياتي وليس لديه حب للألوان وللموسيقى وللرنات وإلى آخرين أوكي هكذا نتعلم معكم عادات صحية الآن تساعد مخك وتساعدك على ماذا تساعدك كثيراً القيلولة الآن العلماء يعني في الخمس سنوات الأخيرة ذكروا على أن علماء علم أصابة قيلولة قالوا يمكننا أن تزيد يعني من الكفاءة عفوا منكم القيلولة يمكنها أن تزيد من كفاءة المخ بخلال اليوم حيث يعني تبت أن النوم في منتصف اليوم لمدة 30 دقيقة فقط يساعد على زيادة القدرة على التركيز والتذكر بقية اليوم أوتوماتيكي ينظرون من راحة يعني تغدى وتمدى هكذا نقول في المثال كذلك روائح بعض الروائح مثل الشوكولات مثلاً تزيد من موجات تسمى تيتا تيتا يعني T-H-E-T-A يعني T-H-E-T-A داخل المخ وهي تساعد الإنسان على الاسترخاء أكتر أكتر وتصفية كذلك الدهن تعتبر المأكولات البحرية منصح ينصح بها هي أكتر المأكولات فائدة بالنسبة للمخ والتي تساعد على تقوية الذاكرة بنسبة 15% يعني هكذا يعني تعلمنا خلولنا خصوصاً من بحث لهذه السنوات الأخيرة الرياضة والتمرين يعني ضروري بشكل منتظم يساعد المخ على التركيز وزيادة الإحساس بالسعادة التركيز هو مهارة رئيسية نحتاجها في حياتنا اليومية في المجتمع يعني الحديث طلبات معالجة المعلومات عند الأشخاص عند الطلبة أنت تعالج كل ما يدخل إلى دماغك ومن بينهم كذلك الطلبة والباحثون والدكاترة إن شاء الله هي في تزايد مستمر يعني يتطلب من استمرار باستمرار أن نركز على تغير الظروف البيئية والمحفزات ثم تصميم هذا التركيز على خصيصاً للمساعدة والحفاظ وتحسين قدرة التركيز لتكون أكثر تركيزاً ويقضى وعندما تكون تقوم يعني بهمات يومية كدراسة واختبارات وحفظ وإلى آخر عندما تحضر الامتحان أو التجهيز لعرض تقديمي يجب أن يكون باستطاعتك تركيز الانتباع على الرسومات ونصوص الكتاب أو على الحاسوب رغم بعات ضوضاء وأصوات يعني هنا وهناك يعني أنا أعرف أن المخ لدينا يقتبس أو يلتقط كل شيء يعني صورة والصوت وبالتالي إحساس هي أصوات من جميع العنواع يجب على دماغنا تجاهل هذه الأصوات غير دات صلة يعني كل شيء لديه صلة أدخله وأقبله أكثر لدماغي لا أقوم بمقاومة كل ما يدخل يعني شخص يتكلم بالقرب من الباب الهاتف يرن مثلا صوت الراديو صفارات هنا وهناك انضار مثلا في الشارع وأنت من خلال إلقائك متابعة التركيز على المهمة التي تقوم بها متجاهلا كل شيء يعني كومو إنيوغي توسكي أو تغدنو هذه في عمليات الانتباه الانتقائي تسمى المنع والانتباه المتواصل الانتباه المتواصل ندرسها إن شاء الله حضوريا لأنها من أحسن تقنيات التدريب كيف تكون وكيف تسيطر تسيطر على المتدرب الصعب وعلى الأصوات من هنا وهناك بغير مواجهة كل شيء يأتيك من أجل السيطرة على هذه المواد اللازمة يعني للاختبار أو لإعداد العرض التقديم مثلا يجب عليك الحفاظ على الانتباه لفترة طويلة من الوقت يعني مع الانتباه للتفاصيل يعني أي تمرين يعطيك انتباه أكثر للتفاصيل فهو مساعد هذا هو اليقضة ما نسميه باليقضة باللغة العربية ولكن على ولكن ليست نهاية الأمر سيقاطعونك ويجب عليك التوقف عن ما تقوم به لكي تكون معهم يعني يجذبون انتباهك يعني هذا هو قدرة التحرك أنك تسيطر على الوضع ما هيك هذا أفهمها الانتباه يمكن تخصيص بعض الموارد إلى ما كنت تقوم به وغيرها إلى ما تقوم به الآن هناك عمليات انتباه إضافية والتي هي أيضا عمليات عليا تناء المهام ومتعدل المهام الانتباه والقيام بمهمتين سندرس ذلك حضوريا إن شاء الله وسوف يعني نعطيكم التاريخ لذلك يعني أنا أفضل أن تكون هكذا بعين شيء نقوم به ابدأ تدريب دماغك على تقديم عرض مثلا أقف يعني قف عيناك ثم يعني أقفل العينين عينك ثم أعد تقديم مع فتح العينين أوتوماتيكيا كأنك تعرض أمام الناس ولكن أنت تقفل عينيك ثم بعدها افتح عينيك ثم ضف الكتابة والتقديم بنفس الأسلوب الجيد ثم قد يعني المعنى يتحدد شخص في الصالة وتجيبه وتعود لكلماتك الأولية يعني تدرب على ذلك مرة اثنين ثلاثة نعم أنا معكم ثم أجيب الأق ثم أعود إليكم يعني بدوني بأريحية أكثر تدريب على هذه الشاكلة سوف نقوم به حضوريا من خلال أول لبنة بحول الله ثم نأتي إليكم الآن ونعرج نقرأ ما كتبتم إن كانت هناك أشياء كتبتموها الكثير من الأشياء تساعدك على ذلك يعني مسألة العد يعني لطالما كان العد طريقة جيدة لتمرين قدراتك المعرفية نظرا للفوائد لديه أن تتعد من واحد إلى مئة ومن مئة إلى واحد وهذه التمرين تساعدك على التذكر أكثر بدون يعني شيء معين يعني مئة تسعة وتسعون تمانية وتسعون سبعة وتسعون كأنك تبحث عن هذه الكليبات كأنها غريبة لكن حاول إصراع قدر الإمكان لأنك تعرفها وأنت كبير سن تذكر أن تواضب على هذا التمرين يوميا وهو مساعد وإلا يعني خذ لك كتابات كتبتها أنت بنفسك بالعربي بالفرنسي بالإجليزي وقم بحفظها أو قم بترتيلها أو بقراءتها وأنت تقوم بأشياء أخرى مثلا أنت تسوق سيارة أنت تقوم بكتابة شيء معين سوف تجد صعوبة في الأول وبعدها سوف تكون صاحب تجربة الحروف الأبجدية كذلك يعني العد والحروف الأبجدية كما هو الحال مع الأرقام يمكنك أيضا التركيز على الحروف وذلك من خلال ممارسة لعبة تتضمن استخدام كل الحروف الأبجدية وتعرفونها أي شيء يبدأ بالحرف الفلاني أنت تعطيه أي شيء أنت تأخذ الحرف الفلاني ويعطيك قيمة لما لديك في الذاكرة كذلك يعني التركيز على ما تفعله فكرة أخرى من خلال دروسنا الجامعية أن تكتب عشرون كلمة مفادها تعبر كل كلمة على جملة مفسرة كأنها كلمة تعطيك جملة أو جملتين في الأخير سوف تجد أن لديك مخلص ملخص في البهن بهذه الشاكلة كذلك أي كلمة تذكرك بمعناها المفسرة هذه الطريقة لحفظ القرآن الكريم في المساجد المغربية الطريقة طريقة بديعة يعني قديمة جدا الأسماء والكلمات كذلك نحفظها يساعد في تحسين قدرتك على تذكير أو تذكر هذه الأسماء يعني التي هي في الدين قائمة المشتريات يمكنك كتابة قائمة بالأطعمة التي ترغب في شرائها متشر البقالة مثلا وحاول التفكير في المشتريات التي تكون أسماؤها معقدة أو الأشياء لا تشتريها عادة وتم أنت لديك الورقة مكتوبة تذهب عند البقال ثم تقول له الأولى والثانية والثالثة والرابعة كذا يعني تحتاج من دماغك أن يتفاعل معك المشاركة في الطبخ كذلك المشاركة في استعمال الكثير من الأشياء كتابة مفيد كذلك أن تكتب ما فهمت من درس معين مباشرة عند سماعي وأن تعيد الكلمات الملخصة يعني أعدها بالقراءة بعد ساعات ترسيخ للمفيد وتذكر يعني تتذكر بطريقة مميزة للغاية أخي الكريم أقول لك بعض الفنيات البسيطة أتذكر يومي هذه فنية أنصح بها منذ مدة من المفيد محاولة تذكر كل التفاصيل التي حصلت خلال اليوم لديك بينما تستلقي في فراشك يعني يساعد هذا الأمر على تمرين عضلات المخ وتجهيز هذه العضلات لليوم التالي كأنك أعطيت سامرايزين تيوسانتيتي زيتا جوني مع مرور الوقت ستلاحظ أن المواضبة على هذا التمرين خصوصا المفيد فيها لا تذكر الأشياء السلبية إلا إذا كنت تجد لها حلا يعني هذا التمرين من شأنها أن تحسن قدرتك على تذكر الأشياء يعني من خلال جمل وسيقدم لك التمرين البسيط فائدة هائلة لذاكرتك كذلك هناك تقنية بسيطة إنشاء الصلات صلة معينة يمكنك محاولة تذكر الأحداث من خلال إنشاء صلة بينها وبين بعض المسائل الأخرى فعلى سبيل المثال للحصر أثناء القراءة تخيل أنك في الشارع وأن كل كلمة موجودة في ركن من أركان هذا الشارع كأنك تصنع لك مجالا أو لديك مجالا في الدماغ لكل ما تحفظ ولكل ما تقرأت وبذلك فإن تخيل الحقائق أو الكلمات على طول الطريق الذي عادة ما تسلك للذهاب إلى الجامعة مثلا يعني يساعدك على حفظها بسهولة وفي كل مرة تحاول حفظ معلومات جديدة احرص على سلك يعني طريق جديد قد لا يكون نفس الطريق وتسمى هذه التقنية قصر الداكرة وهي أحد أنجح أو أنجع تمارين العقل ونعطيك قيمة هذه التقنية التي كنت أعرفها قبل سنوات وما زلت يعني أعطيها وأنفع بها نفسي والناس كيف تبني قصر الداكرة الخاص بك كأنك بنيت قصر عظيم كأنك ملك هذه المعلومات هكذا صمم أول لبنة عجبتك أكتب قصر يعني عفوا منكم يعني ماذا قلنا قلنا يعني قصر الداكرة قصر الداكرة سيعطيك الكثير من المعلومات على الأنترنت أكيد تجد كتب في هذا المجال النقطة الأولى هي صمم مخططا لقصرك يعني قبل أي شيء ضروري أن نصمم ما وددنا يمكنك أن تصمم مكانا خياليا من الصفر يعني لكن من الأسهل أن يكون مكانا مألوفا لديك مثل منزلك كأنك تؤسس له تصمم ذلك مخططا لقصرك يعني في دماغك حدد طريقا للتنقل فيه أنت من يمر على اليمين وعلى اليسار إلى آخره لكي تساعد نفسك على ذلك إن كنت مهتما بتسلسل المعلومات فتتبع يعني الطريق الذي رسمته سيساعدك لمحالة للحصول على هذه المعلومات لديك ثم حدد أماكن تخزين المعلومات أين تخزين هذه المعلومات يعني ضع الأشياء التي تريد حفظها في أماكن محددة وأعطيها اسم وهكذا سوف تبقى لديك في الدهن يعني رقم الهاتف هنا في هذا المكان الخطاب الذي علي إلقاؤه أمام الجمع المبارك هنا يعني كما أقوم به اليوم يعني في الأول لدي خطاب كتبته ثم حفظته ثم بدأت به ثم يعني ارتجال هكذا يعني يعطيك هذه القيمة العظيمة احفظ قصرك ظهرا عن قلب يعني أوتوماتيكيا فهذا القصر قصري أفضل طريقة لأن تذكر أو تتذكر الأمكنة في قصرك هي أن ترسم له خريطة صغيرة وحرص على تذكر كل شيء فيه من ألوان وشخصيات متخيلة بداخله يعني الأمكنة يعني هذا وأمر من هنا إلى آخره وأنت مغمض العينين كذلك تنفع أو تفتح عينيك وتضع هذه الأشياء أمامك صوب عينيك ضع الأشياء التي تريد تذكرها في قصرك ماذا تريد أن تضيف لا تضع كما كبيرا من المعلومات في مكان واحد وضع المعلومات المختلفة عن بعضها في أماكن بعيدة عن بعضها لكي تبقى لكي تترسخ هكذا استخدم الرموز وكن مبدعا الرموز معتبرة قصرك هو عالمك الخاص فليس من الضروري أن تضع المعلومات على شكل يعني نصوص أو شيء طويل لكي لا تصل إليه أنت من يبدع وأنت من يستخدم هذه الرموز وكن مبدعا في ذلك يعني من خلال جرافيك إلى آخره ابني غيره إن تطلب الأمر هذا القصر إن لم ينفع معك ابني قصر أكبر منه تجول في قصرك وتذكر معلوماته بين الحين والآخر إذا تمكنت من هذه الطريقة واحتجت لأماكن أخرى يعني أنشئ قصرا جديدا أمامه فأنت صاحب القصر وأنت من يود صناعة المفيد الآن سنعرج على اللغة الفرنسية يعني عفوا منكم ولكن قبل ذلك أوه سكرابل كما قالت الأخت حنان سكرابل هو الكثير من الأشياء والله حتى منبولي فيه جودة سكرابل يعني أنت من يصنع الكلمات وعليكم السلام ورحمة الله نعود إلى السادسة إن شاء الله في أوقات أخرى يحوصد إنyi أوليك نعود إلى اللغة الفرنسية نعود إلى اللغة الفرنسية نعود إلى اللغة الفرنسية لا ت stata يقولونك لأبد Castro Mais nous avons des notions sur le cerveau. Nous apprenons des recherches et des études scientifiques qui ont été faites sur l'organe magique. Le cerveau c'est un organe qui est un tout petit peu complexe. La thématique d'aujourd'hui va vraiment cibler des choses que nous n'avons pas dit surtout en langue arabe. On devrait un petit peu diversifier. La seule particularité c'est le cerveau et ses 100 milliards de neurones. Oui, qui facilitent les chercheurs. Surtout quand on parle d'intelligence. Le cerveau humain, un fonctionnement, des capacités hors du commun. C'est un peu ça. Mais comment fonctionne le cerveau humain ? Déjà c'est le chef d'orchestre, tout comme on avait dit en langue arabe, de l'organisme, de nos mouvements, siège de nos pensées, la perception aussi. Les perceptions, il est le centre de commandement de nombreuses fonctions vitales. Moi je vais aller directement vers une particularité que j'ai énoncée en langue arabe. Je devrais l'expliquer en langue française maintenant. Mais c'est un petit peu plus valeureux avec cette langue là. Pourquoi ? Non pas, et on pourrait traduire certainement, mais comprendre l'idée prétendue. Déjà parce que les scientifiques sont des français et déjà j'aimerais bien leur rendre hommage. On n'utilise que 10% de nos capacités. Est-ce vrai ? Nous l'avons entendu depuis très très longtemps, depuis mon très très jeune âge. Moi je connaissais cette... Est-ce vrai ? C'est peu, c'est peu. Donc un cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Nous utilisant seulement 10% des capacités de notre cerveau, la plupart des êtres humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Imaginez si on pouvait atteindre les 100%, ou 90, ou 80. Sincèrement et scientifiquement, prouvé, on utilise la totalité de nos capacités. Mais on les utilise, on ne les utilise pas en même temps. On le voit très très bien quand les médecins radiologues, on va dire ça comme ça, qui font de l'IRM ou d'un scanner fonctionnel qui permettent de voir le cerveau fonctionner. Et c'est possible avec les imageries de ces dernières décennies. Le meilleur exemple, c'est en fait quelqu'un qui est assis, je suis assis, sur une chaise et qui voudrait franchir une porte. Automatiquement, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, il va avoir une zone de cerveau qui va être activée. 1. Avec l'intention de se lever, c'est 2. Un acte interne préétabli par le cerveau. Donc ça va être initié en interne avec 2 manières, c'est-à-dire 2 étapes. Une zone pour la marche, une zone pour prendre en compte l'environnement, et in fine, on va dire, à la fin, passer la porte. Donc c'est 3. C'est 3 zones qui sont touchées dans le cerveau. Donc c'est beaucoup plus que 10% de cette activité-là. Donc tout simplement, les zones ne sont pas activées en même temps. On va dire la chose de cette sorte-là. Ce monsieur, Étienne Hirsch, c'est un directeur de l'Institut Thématique INSERM, Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie et Psychiatrie. J'aime beaucoup ce monsieur. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il s'appelle Étienne Hirsch. Hirsch avec H-I-R-S-C-H. Il dit de bonnes choses sur tout ce qui est neurosciences. Et j'aime beaucoup sa manière de développer tout ce qui est neurosciences. Le cerveau de l'homme et de la femme. Oui, en moyenne, notre cerveau, il pèse entre 1,2 kg et 1,4 kg. Les analyses montrent que le cerveau des hommes, vous allez rigoler maintenant, il pèse un tout petit peu plus, 100 grammes de plus que le cerveau des femmes. Oui, c'est un détail. Voilà ce que nous rapportent les nouvelles recherches et études, qui sont récentes, très récentes même. Mais lorsqu'on rapporte cela à la masse corporelle, cette différence entière disparaît. Automatiquement, 100 grammes, c'est rien. Surtout quand on a le tout. Ça ne veut rien dire, en fait, selon les scientifiques. On ne peut dire que les hommes sont plus intelligents, grâce à ces 100 grammes, non du tout, que des femmes plus intelligents que les femmes, on va dire, en plus au plan génétique. Le développement, selon ce monsieur, du cerveau n'est pas du tout lié au chromosome X ou au chromosome Y, c'est-à-dire pour le catégoriser, homme ou femme, etc. Et donc, pas de grande différence entre les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes. Donc ça, ça a été vraiment validé de la sorte. Les études sur la chose pertinente dont on a développé au début, le cerveau, est-ce qu'il vieillit ou pas ? Est-ce grave pour ce vieillissement ? Parce qu'un cerveau de 10 ans, ce n'est pas véritablement un cerveau de 60 ans. Ben, dès l'âge de 20 ans, le cerveau, essayez d'écouter, surtout les jeunes, dès l'âge de 20 ans, le cerveau va avoir ces neurones qui vont vieillir et qui vont perdre leur prolongement nerveux. Très normal, selon les scientifiques, mais dans des zones dans le cerveau, dans le cerveau, il y a de nouveaux neurones qui sont produites. Avant, on ne connaissait pas ce détail. Maintenant, les neurosciences valident ceci. Donc, il y a des nouveaux neurones, des nouvelles neurones qui sont produites. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. Et vous connaissez le mot certainement. Sinon, faites une petite recherche. C'est le cas de l'hippocampe. C'est une membrane du cerveau qui est impliquée dans la mémoire. C'est le cas du bulbe olfactif. Vous connaissez le bulbe olfactif ? C'est un petit peu, il est comme ça, au fin fond du cerveau, c'est au milieu. Il a un rapport étroit avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire il est responsable de tout ce qui est olfactif. C'est-à-dire l'odorat. De plus, le cerveau est extrêmement plastique. Il peut acquérir de nouvelles fonctions. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire sur ça, pour ne pas être trop technique, le cerveau, irrémédiablement, finalement, il vieillit. Il ne vieillit que si on ne s'en sert pas. Si on s'en sert, il ne vieillira jamais. Même à l'âge de 60-70 ans, nous sommes comme ça. Ça, c'est les propos de Étienne Hirsch. C'est le directeur de l'Institut Thématique, les neurosciences, les sciences canitives, etc. Pour revenir rapidement sur un point important, parce que j'ai noté le bulbe olfactif, Al-Basala Shammiya, est la première région du système nerveux central, il est au milieu, à traiter l'information olfactive. Donc, tout ce qui est devant nous, comme des choses à sentir, elle les traite. Il reçoit l'information olfactive en provenance de l'épithélium olfactif, qui est la structure de réception des odeurs. Donc, il l'absorbe un petit peu vers lui et il reconnaît l'odeur automatiquement avec le bulbe olfactif qui fait un petit peu le rôle dans le cerveau. L'épithélium olfactif, excusez-moi le terme, l'épithélium olfactif, c'est une muqueuse de la cavité nasale dont la fonction principale est la détection des molécules odorantes autour de nous, véhiculées vers le milieu environnant l'individu, c'est-à-dire l'air ou l'eau, par exemple. Il est à différencier de l'épithélium respiratoire, avec lequel on pourrait respirer, qui recouvre le reste de la cavité nasale. Mais nous, nous parlons seulement du bulbe olfactif, c'est un peu les odeurs qui sont dans l'environnement. Cette perspective est certes très séduisante, mais elle s'appuie sur une affirmation totalement fausse. Les progrès de l'imagerie médicale ont en effet permis de visualiser l'activité cérébrale de façon très détaillée. Quel résultat dans ça ? Le résultat, écoutez ceci, aucune zone n'est inactive de façon permanente. Jamais. On ne peut pas avoir ça. L'ensemble de notre cerveau est utilisé, bien que chacune des régions ne soit pas mobilisée au même instant. On ne peut pas, mais automatiquement, le cerveau n'est pas vraiment actif de 10%. L'idée qu'il existerait des zones cérébrales non affectées et susceptibles d'offrir des potentialités nouvelles n'a donc pas de réalité encore. Mais c'est en cours. C'est en cours. C'est les recherches qui sont vraiment probantes en ce point-là. Un autre point, apprendre par cœur, c'est l'essentiel pour le cerveau. La table de multiplication, les dates de l'histoire, les autres révisions, les données, les tonnes de données que nous avons. Des savoirs qui nécessitent un apprentissage par cœur des fois. Néanmoins, si cette méthode est indispensable pour certains apprentissages, car elle met en œuvre différents types de mémoire utiles au bon fonctionnement cognitif, donc automatiquement le fait de répéter, c'est utile pour vous. Elle ne peut être considérée comme essentielle, mais on pourrait faire avec. L'acquisition de beaucoup de connaissances nécessite une compréhension de la chose apprise, s'il vous plaît. Ça, c'est les chercheurs en neurosciences qui le disent. L'acquisition de beaucoup de connaissances nécessite une compréhension de la chose apprise. Un texte appris par cœur, par un comédien ne saurait suffire pour qu'il le connaisse sur le bout des doigts. Ça, c'est un exemple. Oui. Maintenant, le stock de neurones se constitue à la naissance, une fois pour toutes. Au cours du XXe siècle, les scientifiques pensaient que nous naissions avec un stock de neurones qui diminuait inévitablement, inéluctablement, avec l'âge. Le cerveau adulte étant incapable d'en générer de nouveau, c'est ce qu'on disait. Mais non, c'est ce que disaient les scientifiques avant 1990. Mais dans les années 1990 et plus, ce dogme a été mis à bas. Écoutez bien ceci. Comme ça, on va vraiment corriger les notions que nous avons. Deux zones prélocalisées ont été identifiées. situées près du bulbe olfactif, l'excliminal et le kubaila, donc le bulbe olfactif qui a un rapport avec tout ce qui est odeur, et de l'hippocampe encore. Il appartient notamment au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale, c'est-à-dire on pourrait gérer un petit peu la droite, la gauche, le milieu, le bas, le haut, etc. Là, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? On les appelle des niches germinatives. Les niches germinatives. Car elles contiennent des cellules souches capables de se transformer en nouveaux neurones. C'est pour ça qu'on n'a pas seulement les mêmes neurones où les neurones ne sont plus là et sont supprimés, etc. Non, on pourrait les recréer par le moyen des niches germinatives. Elles renouvellent ainsi tout au long de la vie certaines cellules impliquées dans la mémoire et l'apprentissage. C'est technique, oui, mais c'est adorable de connaître ça. Excusez les termes techniques, mais j'explique. Cette neurogénèse dont on a parlé tout à l'heure pourrait même se produire dans d'autres zones du cerveau. Comme ça, on aura d'autres neurones, mais cela n'a pas encore été prouvé. Entre parenthèses, en outre, il peut y avoir des variations. Les chercheurs ont révélé que l'environnement peut stimuler activités physiques ou sociales. Écoutez ça. Ou au contraire, diminuer le stress, isolement, la dépression, la déprime, etc. Ce renouvellement cellulaire. Et automatiquement, ça donne beaucoup d'effet si on a des études un tout petit peu plus poussées. Et ça va venir dans les prochaines années, d'après les scientifiques. Les 25 prochaines années sont déterminantes dans ce sujet. Certaines personnes sont très fortes pour accomplir de multitâches en même temps. Avant, on disait souvent que les femmes sont plus inclines aux multitâches que les hommes. C'est un mythe, oui, mais un mythe qui a été démenti encore une fois en 2010 par les neuroscientifiques, par la science. Une équipe de chercheurs français, c'est ce que je disais tout à l'heure, a démontré les limites du cerveau grâce à l'imagerie médicale. Selon leurs travaux, chacun des deux hémisphères cérébraux ne peut gérer qu'une tâche à la fois. C'est pour ça. Donc, homme ou femme, c'est presque la même chose. Tout dépend de la nature de l'homme ou de la femme. Donc, notre cerveau n'est donc pas capable de coordonner au mieux que deux activités en même temps. Oui, deux activités au plus. Trois activités, il y a un problème. Lequel ? D'après les sciences, notre cerveau n'est donc pas capable de coordonner au mieux que deux activités en même temps. Et en passant successivement de l'une à l'autre. Tu ne peux pas les faire deux en même temps directement. À partir de trois tâches, écoutez bien ceci, les sujets de l'étude commettraient, c'est-à-dire commettaient, plus d'erreurs et devenaient moins réactifs. Donc, automatiquement, à la troisième tâche, tu commences à faire des erreurs et ça ne donne pas la même réactivité qu'avant. À terme, l'une des trois activités finissait par être abandonnée, selon les chercheurs français. Est-il vrai qu'on se repose, le cerveau dépense moins d'énergie ? Oui, le cerveau d'un homme adulte ne représente que 2% du total du poids de son organisme. Pourtant, il consomme environ 20% de son énergie, c'est-à-dire glucose et oxygène. La majorité de cette consommation, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est-à-dire une consommation énergétique est directement liée à la fonction cérébrale. Donc, même en dormant, le cerveau, il travaille et surtout, à soit environ 75% du temps d'endormissement, durant une nuit, on va dire, ou lors d'une anesthésie générale. Ça prend seulement les 75% et non pas les 60%. Révasser, ça c'est l'avant-dernier point, rêvasser n'est pas stimulant pour le cerveau. Vous savez ce que c'est que rêvasser ? Révasser, c'est un petit peu rêver, mais tout en étant éveillé. Les personnes dans la Lune seraient bien au contraire celles qui réfléchissent le plus. Quand on est en classe, quand on est vraiment dans le vagabondage, on va dire, c'est-à-dire on pense à plusieurs choses alors qu'il y a une séance directe. Ça se pourrait. En 2009, des chercheurs canadiens ont en effet observé que le cortex préfrontal, d'accord, ou siège, notamment, par exemple, la planification ou le raisonnement, on en avait dit tout à l'heure, c'est là, est plus actif quand l'individu vagabonde. Automatiquement, oui, c'est une recherche, mais il y a une autre recherche de Daniel Goleman, je vous la dirai tout de suite pour finir, pour clore ce point. Automatiquement, la planification ou le raisonnement, il est plus actif qu'un individu vagabonde dans ses pensées. C'est-à-dire, non seulement rêvasser stimule le cerveau, mais cela lui permet parfois de résoudre des problèmes complexes. Je vous donne un exemple qui est marrant et qui est vraiment rigolo, mais il est très net, nettement meilleur que tous les exemples que je pourrais dire. C'est des témoins, c'est-à-dire certains mathématiciens qui ont trouvé une solution à des problèmes très très complexes en se promenant en forêt. D'accord ? Lorsqu'il n'est pas perturbé par des sollicitations extérieures. En forêt, vous savez, c'est zen, c'est un calme absolu, c'est la nature. Quoi ? Donc, le cerveau travaillerait ainsi d'autant mieux. Automatiquement, quand on est dans une situation, dans un environnement autre que le nôtre, là, on pourrait vraiment s'adapter à... On n'est pas perturbé par des sollicitations extérieures. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas des gens externes, il n'y a pas des gens qui bougent, donc il n'y a que moi et la nature. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Donc, chers étudiants, sortant et pensant dans des environnements naturels, ça aide à solutionner beaucoup de choses et beaucoup de petits problèmes de vie. Il est vrai que cette méthode est très louable. Donc, maintenant, je pourrais vraiment aller directement vers un point qui est génial, lequel, c'est quoi ? C'est... Le point génial, c'est la concentration intérieure. Vous savez aussi bien que moi, moi, j'avais dit cette notion-là l'année dernière, je vais la reprendre parce qu'elle est en deux ou trois minutes, certainement, des études laissent entendre qu'aujourd'hui, les gens reçoivent cinq fois plus d'informations qu'il y a vingt ans. Maintenant, vous recevez des informations vingt fois plus qu'il y a longtemps. Dans le domaine des sciences cognitives, il existe un proverbe selon lequel que l'information consomme et l'attention. L'attention, elle consomme l'information. Elle la consomme donc automatiquement. Donc, une richesse d'information signifie une pauvreté d'attention quand il y a trop d'informations. Oui, c'est vrai, même dans cette séance-là, il y a beaucoup d'informations. Mais si vous avez devant vous une feuille ou deux feuilles et un stylo, comme ça, vous notez ce qui vous marque le plus. Là, ce n'est pas une richesse d'information. Là, c'est que vous prenez le meilleur lot du grand lot. C'est un peu comme ça. C'est la signification d'une pauvreté d'attention. Je vais vous expliquer ça. Voici le dilemme. Nous recevons des tonnes d'informations. Maintenant, comment allons-nous faire le tri ? Comment pouvons-nous identifier celles qui nous intéressent le plus ? Bien, il y a des exercices pour ça. Moi, je vous promets un exercice de catégorisation, mais pas maintenant. La catégorisation, au moins, on va le faire dans la deuxième prochaine séance, je pense, sinon la troisième. Une étude récente à l'université de Harvard que vous connaissez tous, à l'université Mohamed V de Rabat. Le sujet, c'est quoi ? La concentration dans la vie de tous les jours. La concentration dans la vie de tous les jours. Au cours de cette étude, les gens ont reçu une application pour leur téléphone. Écoutez ça, c'est une étude magique. Et cette application les appelait pour leur demander deux questions. Chaque jour, tu as un téléphone, il y en a une vingtaine parmi nous, et moi, je vous appelle chaque fois. À tout moment de la journée, je précise, que faites-vous en ce moment et à quoi pensez-vous ? Je ne suis pas à dire d'abord et je ne suis pas à dire qu'à faire. Moi, je suis cette conférence en ligne de l'université Mohamed V de Rabat et à quoi pensez-vous ? Moi, je pense au propos du monsieur. Moi, je pense à autre chose. Moi, je pense, etc. Si les deux réponses ne sont pas identiques, ne rentrent pas vraiment dans le même cadrage, c'est que votre esprit vagabonde, il est dispersé partiellement, on va dire. Donc, si les deux réponses ne sont pas identiques, c'est que votre esprit vagabonde, il est dispersé partiellement. Donc, l'article a été publié dans le célèbre magazine Science que vous connaissez, j'espère, sinon faites une recherche, c'est un magazine qui est expert en tout ce qui est science, et parmi les sciences, c'est un peu la psychologie, vous en trouverez des choses qui sont miraculeuses. Il s'intitule Un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux. Waouh, c'est l'article. Donc, un esprit, les chérides, c'est un esprit malheureux. Quand tu es trop dans la rêvasserie, c'est-à-dire tu rêvasses beaucoup, contrairement à ce que disent les Canadiens, les Canadiens, ils disent quand tu rêvasses, tu trouves des solutions aux problèmes, tout comme les matheux. La constatation est plus on est d'humeur maussade, triste, déprimé, plus notre esprit vagabond. D'accord ? Soyons joyeux et vivons l'instant magiquement. On devrait retourner vers ça parce que c'est important. Moi, j'estime qu'il faudrait des séances pour le cerveau et non pas une seule. mais déjà on va initier des séances qui vont venir et elles sont extraordinaires. Moi, je vous pousse à être présent. Pourquoi ? Parce que c'est des séances qui sont valeureuses. Moi, je vais aller directement vers les points que je voudrais vous dire directement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le cerveau, il faudrait en prendre soin. Comment ? Cet tour de contrôle de notre organisme est capable de se régénérer et se régénérer toute seule avec de l'alimentation, avec du repos, avec de la lecture, avec beaucoup de bonnes choses. Mais il manifeste aussi des capacités d'adaptation. Toujours plus étonnante, bien le nourrir, le solliciter, le relaxer, s'avère salutaire pour qu'il vieillisse en pleine santé. Le cerveau vieillit, bien sûr, mais il va être en bonne santé pour nous. Nous sommes à un tournant. Une masse critique de chercheurs travaille et les 10 à 20 prochaines années vont permettre de faire un bond fabuleux en avant. Michel Levan-Kuhén, c'est un chercheur à l'Inserm, aussi avec l'autre scientifique. Pour autant, beaucoup de scientifiques avancent qu'une révolution est en marche. Oui, c'est dans les 20, 25 prochaines années, Inch'Allah. On va parler encore sur une chose qui est admirable pour essayer de clore ce point-là. Une chose qui va aider plus d'une personne ici dans la salle virtuelle, c'est quoi exactement ? Le cerveau, on a dit que c'est une tour de contrôle, mais il y a un exemple qu'on pourrait donner pour clore ce point. Lequel ? Le cerveau, il décide de notre poids. Vous savez, vous avez 70 kilos, 80 kilos, 100 kilos, on va dire ça comme ça, mais il décide de votre poids. Mais ce n'est pas nous. Automatiquement, une neurobiologiste américaine explique pourquoi les régimes ne sont pas aidés et ne n'aident pas beaucoup à maigrir durablement. Il a été maintes fois démontré que les régimes fonctionnent rarement à long terme et que leurs effets secondaires indésirables sont considérables. C'est l'étude qui le dit. Mais quand j'ai découvert ces preuves, j'ai pris pour résolution de passer une année entière sans faire de régime, nous dit une spécialiste. Je vais citer son nom. C'est-à-dire, elle ne se pèse plus, elle n'a plus d'activité physique tous les jours, etc. Mais désormais, son poids reste stable. Donc l'histoire que relate cette spécialiste-là, cette neurobiologiste qui s'appelle Sandra Hamot, dans son ouvrage Pourquoi les régimes font grossir est tout à fait personnel. Son expérience a déclenché chez cette neurobiologiste américaine devenue rédactrice scientifique par après l'envie de comprendre comment le cerveau régule le poids et d'apporter la preuve à tout le monde, c'est-à-dire que de l'inutilité des régimes. Elle nous dit qu'un régime est inutile mais on va aller jusqu'au point d'arriver avec elle. Alors qu'elle a épluché la littérature scientifique et a dressé trois constats. L'homme ne décide pas de son poids. Un constat, les régimes sont voués à l'échec, c'est un deuxième constat. Pour améliorer sa santé, il faut pratiquer une activité physique chaque jour. Moi, j'appréhende la dernière, c'est-à-dire je l'accepte surtout. Mais tout comme le corps a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, le cerveau a une fourchette de poids privilégiée qu'il va s'efforcer de défendre pour chacun d'entre nous. Ça, c'est elle qui le dit, pas moi. Mais 15 études à long terme incluant des personnes au régime montrent qu'elles ont plus de risque de devenir obèses que celles qui ne font pas de régime. Et si on veut comprendre les choses qu'elle dit, qu'elle nous écrit dans son livre, une seule solution pour rester à son poids idéal, c'est ce qu'elle fortifie, faire de l'exercice physique chaque jour et ne manger qu'à sa faim. Et c'est un peu la conclusion de son livre. Plusieurs choses que nous recevons de ces scientifiques-là. On voudrait une intelligence estudiantine, une intelligence professionnelle avec un cerveau de cette taille-là. Il faudrait qu'on sache apprendre, qu'on sache comprendre, qu'on sache encore entreprendre les choses. Même si vous êtes dans un stage, si vous êtes devant des gens que vous ne connaissez pas, on imite ces gens-là. Surtout dans le domaine professionnel en termes d'intelligence. On écoute et on regarde des démonstrations, des pratiques devant nous, on les imite. Donc, imiter, c'est un premier verbe pour nous, pour avoir cette intelligence qu'on cherche tous. Et exécuter, donc l'exécution, c'est quoi exactement ? C'est lire des instructions pour les réaliser. Donc, j'exécute et les meilleures personnes qui rassemblent les informations et les techniques sont des personnes, c'est des exécutants. Donc, c'est des gens qui exécutent. Même dans les formations, si vous exécutez, automatiquement, vous passez à un piédestal énorme, lequel, c'est l'application. Et encore après l'application, c'est l'adaptation, on adapte tout et l'anticipation et encore concevoir, imaginer les tâches, les pratiquer pour réaliser un projet selon la situation donnée. C'est ce qu'on appelle l'intelligence, l'intelligence étudiantine ou l'intelligence professionnelle. Moi, pour le cerveau, je vais vous mettre des images sur le cerveau qui parlent de la motricité, de la perception, de l'orientation, du langage écrit, de la mémoire et ses bienfaits, de l'attention, du langage oral. Chers messieurs, chers demoiselles, mesdames, les fonctions exécutives du cerveau, l'abstraction, le jugement, l'autocontrôle, la flexibilité, vous allez le comprendre à la fin de cette séance avec des images que je vais vous mettre directement sur ça. Pourquoi ? Parce que je voudrais laisser un tout petit peu de temps pour moi pour clore cette magnifique séance sur les bienfaits de... Il faudrait qu'on sache traiter notre cerveau avec la meilleure des manières. Je vous donne quelques devises pour lâcher prise, pour que le cerveau s'allège encore plus. Moi, je pourrais vous dire acceptez ce qui a été et ce qui est sans chercher à en contrôler la destinée. Ne contrôlez pas tout dans votre vie. Comme ça, le cerveau saura faire avec ce qu'il y a de meilleur dans notre vie. Et deux, acceptez de vous ouvrir à la vie en laissant son fleu la traversée. Le traversée, quel que soit ce qui te sera apporté. Il y a des choses qui viendront vers nous. On ne peut pas tout faire pour aller vers ces choses-là. Mais il y a des choses comme les études, comme la révision, comme le fait de cadrer un petit peu plus la perception. Il faudrait qu'on fasse un effort pour nous. Inch'Allah. Acceptons de pardonner. Pardonnons à la vie. Pourquoi ? Parce que pardonner, ça allège encore le cerveau. Ça allège les réflexions. Ça allège les pensées, les croyances. Pardonner à la vie et à autrui en regardant quoi exactement ? Ce que tu as appris. Il faut que tu vois un petit peu ce que tu excelles, ce que tu as appris de cette vie-là. Et encore, acceptons de se détacher de tout résultat pour ce que tu fais. C'est-à-dire, accepte de te détacher de tout résultat pour ce que tu fais. C'est-à-dire, moi je suis dans les études essayant de nous concentrer encore plus sur la manière d'étudier, sur les petites particules que je dois fournir, les efforts que je dois fournir pour avoir des études sublimes. Et encore, acceptons de se libérer. Libère-toi, s'il te plaît, de toute émotion, surtout, et pouvant te freiner ou de te limiter. Tu as un besoin, tu as des années à vivre, tu as des choses à conclure. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Je devrais dire un tout petit peu je dois aller vers l'avant et persévérer et être dans la proactivité. Automatiquement, il y a encore le fait d'accepter de te détacher du regard d'autrui. Tu es meilleur comme tu es. Tu devrais le prouver seulement. Et, afin de manifester et véhiculer qui tu es, il faut que tu t'aperçoives toi-même avec de la bonne estime, de la meilleure des confiances, tu vas t'affirmer et tu vas arriver à bonne estime, c'est-à-dire à ta réussite personnelle d'abord et encore à notre réussite sublime. Et, accepte que tu ne puisses rien changer au chemin que chacun a choisi d'explorer. Toi, tu pourrais vivre pour toi-même déjà, pour ta famille, pour tes amis, mais ne changeant pas les itinéraires, ne changeant pas les modes de vie des gens. C'est à moi de faire des choses pour moi déjà et moi, je pourrais réussir avec cette manière-là. C'est une devise pour lâcher prise. Et l'une des dernières, c'est accepte de voir, de te détacher d'une situation faite pour te freiner. Moi, je l'ai dit, je le redis encore, acceptant ce qui a été abandonné, ce que tu as apporté avance vers ta liberté et surtout la meilleure des libertés, c'est d'être très très bien dans les études pour que tu puisses être très très bien dans ton travail, incha'Allah, dans le futur proche. Je reviens vers vous avant de clore cette séance, s'il vous plaît. Et je lis un tout petit peu s'il y a quelque chose. Un esprit vagabonde est un esprit malheureux. Oui, c'est ce que dit Daniel Goleman dans son livre. Vous savez, Daniel Goleman, c'est l'un des meilleurs psychologues américains qui a fait un ravage dans le monde de la psychologie. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En écrivant un livre, un ouvrage sur l'intelligence émotionnelle, tome 1 et tome 2, surtout le tome 2, il touche l'entreprise encore plus, mais il est génial. Vous pouvez le trouver à 150 dirhams, 150 dirhams, surtout la partie intégrale. Je l'ai lu une fois, deux fois, dix fois, vingt fois pour le comprendre. Ce n'est pas une fois qui va nous donner des sens sur la chose existante. Je vous recommande de lire le livre « Votre cerveau est extraordinaire » de Fabien Olicard. Oui, merci beaucoup. Soukaina pour ça. Merci beaucoup à vous. Essayez de lire « L'intelligence professionnelle, il suffit d'être bien libre » Exactement. Oui, mais la liberté d'esprit, il faudrait qu'on soit engagé dans une liberté. Des fois, on ne trouve pas des gens qui nous libèrent. Ça pourrait être un chef, comme ça pourrait être des collègues, mais c'est à vous de gérer ça. C'est à vous de trouver la bonne manière pour être vraiment libre dans la meilleure des manières. Pour clore, nous avons encore cinq minutes pour clore ceci. Comment le jeu façonne le cerveau ? Vous savez aussi bien que moi, c'est des capacités de coopération. Moi, je poursuis un petit peu ce que j'ai dit depuis le début. Moi, je pousse les gens à s'amuser, à être dans un jeu, à être dans un esprit ouvert. C'est bien. Mais la capacité de coopération, c'est bien. Ça donne quoi ? Ça donne un jeu qui stimule les capacités d'entraide. Les adultes aussi, tout comme les enfants, adorent le jeu. et ils sont plus solitaires. C'est-à-dire, ils sont plus... Ils doivent créer avec ce langage qu'est le jeu, créer un tout petit peu leur manière d'être nouvel. Le langage, on l'apprend dans le jeu. La résolution des problèmes aussi. La pensée, la pensée, elle est vraiment bien cadrée dans un jeu. Les jeux de rôle développent l'aptitude à réfléchir. Si on est deux, c'est mieux que d'être une seule personne qui connaît un petit peu ce qu'elle connaît, la maîtrise de soi à travers les jeux de duels. Les adultes, tout comme les enfants, moi je le dis, apprennent à prendre conscience de leur impulsion et de leur émotion. Et tout le monde a besoin de feedback et tout le monde a besoin de rétroaction. Si on vous dit oui, c'est bien, vous allez donner encore plus. La neurogénèse, on en a parlé tout à l'heure, jouer fait pousser de nouvelles cellules nerveuses. Il faut qu'on joue. Moi, pourquoi j'ajoute ceci en fin de séance ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs étudiants qui sont addicts au jeu. Et comme ça, leur cerveau, il est fin, prêt à jouer encore plus. Et encore, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ça pourrait donner beaucoup de choses positives, comme ça pourrait donner quelque part des choses qui ne sont pas positives du tout. Donc, qu'est-ce que je procède ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Il faudrait qu'on fasse une vie, une immense, il faudrait une force interne en nous. Il faudrait qu'on connaisse ce que c'est que le jeu des gens. Il faudrait qu'on prenne du temps pour ça, pour jouer, pour être en mesure de gérer ces jeux et pour stopper quand on veut. Et encore, il faudrait vraiment être intelligent. Même si c'est une addiction, on devrait être plus dans l'intelligence. Du coup, nous sommes dans une période de révision et automatiquement, la période de révision précède les examens. Pour être en mesure d'être directement lié aux examens, on ne peut pas être dans une autre concentration que celle de l'examen. Si vous avez compris, le sens, c'est un peu ça. Ça donne beaucoup d'essence et encore, ça fait sortir la personne de ce qu'elle fait généralement. C'est beau de jouer, mais il faudrait qu'on calibre, qu'on cadre encore cette perception-là pour qu'on soit dans la maîtrise. Une autre petite chose avant de clore. Il y a des aliments. Tout à l'heure, j'avais parlé des artichauts, mais je n'ai pas parlé des fruits. Des fruits, il y a encore l'incroyable vertu de l'avocat. Vous connaissez les avocats. C'est des anti-inflammatoires, c'est des... et c'est riche en antioxydants et automatiquement, c'est bénéfique pour le cerveau. Ça maintient le cœur en bonne santé, ça régule le taux de sucre dans le sang, ça limite les pressions sanguines. Et encore, c'est excellent pour tout ce qui est problème de peau et surtout, surtout pour notre séance, c'est ça. Mais il faudrait qu'on aille au-delà de ça avec un langage probant interne et les affirmations qui sont extraordinaires à se répéter tous les soirs. J'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. J'ai travaillé le matin, j'ai travaillé maintenant, j'ai donné un petit peu le meilleur de moi, donc j'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. C'est facilitant pour le cerveau aussi. J'ai gagné mon repos pour ce soir, j'ai bien travaillé, je mérite ça. J'ai mis de l'amour dans mes actes. Quand j'ai parlé avec vous, sinon dans mon travail, il faudrait que je fasse un effort, il faudrait que ça passe avec une bonne émotion. J'ai utilisé la bonté dans toutes mes pensées. Oui, essentiellement ça, je clôture cette journée avec joie et maintenant j'accueille un sommeil sain et réparateur. Il faudrait qu'on soit très très bien avec une force langagière interne surtout qui est de 70 à 80%. Chers messieurs, pour le cerveau encore, il faut boire de l'eau au bon moment. Il y a, d'après les experts, il y a 5 bons moments pour la journée. Au réveil, il faudrait qu'on boive deux verres d'eau pour nettoyer l'organisme. Ça pourrait être des verres d'eau qui sont un tout petit peu chaudes avec ce froid. Et entre les repas, un à deux verres avant le repas de deux heures, d'une heure et après le repas de deux heures. Avant de se coucher, il faut un verre d'eau. Avant un repas, un verre d'eau. Avant la douche, un verre d'eau. Et c'est très très bien pour le corps et pour l'esprit. Encore, je pourrais focaliser sur des choses, les secrets des gens qui réussissent. ça touche encore ce magnifique cerveau que nous avons. Premièrement, ils apprennent chaque jour. Les gens qui réussissent dans leur vie, ils ont des secrets. Ils apprennent chaque jour de la lecture, des données. Il y a des choses par au commencé. Il faudrait qu'on lise, il faudrait qu'on répète un petit peu des conférences comme celle-là. Il faudrait qu'on lise, qu'on résume, qu'on révise avec une nouvelle manière. Ils savent anticiper. Quand on anticipe, on fait travailler notre cerveau et automatiquement, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait réfléchir et devenir riche, c'est-à-dire, riche avec nos pensées, avec notre manière d'être déjà. Ils savent prioriser les gens qui réussissent leur vie. Ils priorisent beaucoup. Ils savent gérer leurs finances. Gérer à bien votre finance et vous serez les meilleurs pour avancer dans votre vie. Ils se lèvent tôt. Le fait de se lever tôt va rétablir une connexion extraordinaire entre votre cerveau et votre corps. Par où commencer ? Déjà, nous avons essayé de vous lever une heure plus tôt que ce qui est ou une demi-heure plus tôt que ce qui est coutumé. Et encore, nous avons 360 sur une année et cela représente 365 heures de gagné. Et encore, un autre point, il se fixe des objectifs. les meilleurs des objectifs sont écrits. Ils font du sport et mangent sainement. Les meilleurs du monde connaissent leurs points forts. D'accord ? Ils les fortifient encore plus. Les meilleurs hommes et femmes du monde savent développer leur réseau. Il faudrait un réseau. Il faut qu'on soit dans le social. Par où commencer ? Aller vers les gens qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Ayez des amis, vous avez des camarades de classe, vous avez des gens que vous avez connus lors du confinement. Essayez d'aller vers eux encore. Essayez de connaître le maximum possible de gens, surtout qui vous ressemblent. Ils sont déterminés et persévérants. Oui, exactement. Ils font du sport, ils connaissent leurs points forts, ils sont déterminés et ils savent développer leur réseau. Les quatre derniers points pour clore cette formation-là. Les quatre points, les accords sages et orientés, résultats comportemental. Que votre parole soit impeccable, s'il vous plaît. La meilleure des choses que j'ai connue depuis les quinze dernières années, surtout en coaching et en training, c'est la parole, c'est l'élocution, c'est un petit peu vos mots que vous retenez des autres, c'est un petit peu la manière dont vous parlez. C'est quoi ? La parole, elle devrait être impeccable. Libre à vous de réguler ça et de cadrer ceci à bon escient et avec la meilleure des manières. Deuxième petite sagesse, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Non, pas véritablement. Essayez de persévérer, allez vers la réussite. Un étudiant de valeur, quelqu'un qui vit même dans votre profession, cher hôte de ma, de marque. Essayons de faire un petit peu plus et essayons de laisser des traces. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus la victime de souffrance inutile. Donc, automatiquement, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième petit point, et sage encore, ne faites pas de suppositions. Les suppositions servent à des choses, oui, mais ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez avec vous-même et avec les autres. Changez cette apparence-là. Communiquant, on ne communique pas assez. C'est pour ça qu'il y a des litiges ici et là. Et le dernier point de ce soir, faites toujours de votre mieux. Ça allège l'esprit, ça allège le corps, ça allège. Faites toujours de votre mieux et avec la meilleure des manières. Votre mieux, c'est quoi ? Il change à chaque instant. Vous ne pouvez pas être le même ou la même tout le temps. Il n'est pas le même selon que vous êtes en bonne santé ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez ainsi de vous juger ultérieurement, de vous maltraiter et d'avoir des regrets. Chers participants, chers audiences, chers étudiants de l'Université Mohamed V de Rabat, nous vous aimons beaucoup et nous vous respectons beaucoup encore et nous sommes là toujours avec vous. Oui, l'oméga 3, c'est bénéfique. Bien sûr, on ne peut pas tout dire mais il y a heureusement des professeurs, et il y a heureusement des gens comme vous qui nous rappellent ceci. Écrivez ce que vous voulez et dans 5 minutes précisément, sinon 10 on va dire, vous aurez quelques petits extraits de ce que nous avons vu et de ce que nous n'avons pas vu. Ça pourrait être des images marquantes pour vous, surtout pour cette thématique-là. La prochaine thématique, c'est la meilleure de toutes encore et à chaque fois, c'est la meilleure de toutes. Merci beaucoup, merci à vous d'être là, merci à vous de nous supporter et merci à vous de nous pousser à chercher encore plus pour nous-mêmes et pour vous, pour nos familles, nos camarades de classe, pour nos camarades et pour les gens qui travaillent avec nous. Merci beaucoup, chère audience, je vous dis un très très bon week-end, reposez-vous surtout et essayez d'être heureux pour la vie et réalisant les bonnes choses. Merci. Salaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.